هنبدأ نتكلم عن المحاور الأساسية المفروض تعملها في أي موضوع درسته أو هتدرسه أول حاجة أي مشكلة إحنا بنتكلم فيها لازم يعني يتعايف المشكلة يعني أبعدها يعني أسبابها تاني حاجة تجيب لي تطور الظاهرة بالأرقام خلال عشر سنين من 2010 لحد 2019 يعني مثلا بتكلم على معدل التدخم فعايز بياناته خلال الفترة دي ومش لازم العشر سنين المتتالية يعني ممكن 2010 2012 2014 2016 2018 أو 2019 بعد كده بتعرض لمقترحات علاج المشكلة المفروض يتعمل إيه الكتب والأبحاث والدرسات بتوئي الحاجة برضو الأخيرة اللي لازم أعملها تجارب الدولة نجحت في علاج المشكلة اللي أنا بتكلم عنها عملوا إيه الدولة دي مش لازم بالأرقام والتفاصيل والحفظ لأ أنا عايزة تقولي السياسات إيه السياسات اللي اتعاملت ده المطلوب تطبيقه في كل مشكلة هنا خلقه المفروض ان احنا بنتكلم في موضوعات رئيسية عجز الميزان التجاري وعجز الموازن العامة التدخل البطالة التنمية البشرية الموضوعات الرئيسية دي لازم أبقى مغط فيها النقاط اللي أنا أقلتها أبليكيا في كل موضوعات وحاجة مهمة برضو أنا عايزة أربط ما بين الميزان التجاري والموازن العامة التدخل البطالة وسياسات التنمية البشرية بالمعنى أهم عنصرين في التنمية البشرية التعليم والصحة التعليم مرتبط بالموازنة لأن الإنفاق على التعليم womomumumu وبالتالي الموازنة العامة مرتبطة بالتنمية البشرية كذلك الإنفاق على الصحة مرتبط بالتنمية البشرية إذا في علاقة ما بين عجز الموازنة العامة أو التنمية البشرية في علاقة ما بين التدخم والبطالة ومستوى المعيشة وبالتابعية مستوى المعيشة بيأثر في التنمية البشرية إذا العلاقة بين المتغيرات أو الموضوعات التي نأخذها علاقة متشكة لازم أبقى فاهم طبيعة الأبعاد ما بينها إذا ما درسنا قبل كده في المحضرات السابقة عن إزاي يحلل المشكلة إزاي أعرف أسبابها، إزاي أكثر الحلول لمواجهة التدخمس